بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي معكم مستر حامل البيومي برحب بكم وبكل مشاهدي ومحبي كانوات لسكولة في كل مكان معنا النهاردة بإذن الله حلقة جسمة جدا حلقة مين التمارين العامة على الوحدة الأولى وحدة الأعداد الصحيحة من الكتاب المدرسي مسألة مسألة من أول مسألة لآخر مسألة بقول حلقة جسمة فيها مجموعة متنوعة ومختلفة من الأسئلة اللي مرت علينا في دروس الوحدة واللي بلقت ست دروس كاملة عن مين هنلاقي أسئلة على القيمة المطلقة وأسئلة إكمال مهمة عن العلاقات بين المجموعات صد المجبة والسالبة وأعدال العدل وصد الأم ومجموعة الأعداد الطبيعية وكمان أكمل بنفس التسلسل والمخضر السابق وكمان التلتيب التصعدي والتنازلي وكمان التعبير الرمزي عن مجموعات معينة بالصفة المميزة وأيضا العمليات الأساسية جمع وطرح وضرب وإسمة للأعداد الصحيحة وكمان أسئلة الإكمال بتاع العمليات اللي تعتمد على دراسة خواص الإبدال والدم والتوزيع وكمان الضرب المتكرر أسئلته موجودة والأماط العددية بقولك حلقة داسبة أسئلة كتير ومتنوعة وطويلة شوية بس هتفيدة بإذن الله لإن أجزاء كبيرة منها بتيجي في الامتحانات يلا علاطون مبايير شوية ونروح مع بعض لأول سؤال من حلقة التمارين العامة بسم الله الرحمن الرحيم ولا يا أولاد علاطون في حلقة التمارين العامة الكبيرة والجميلة من كتاب المدرسة وأول سؤال معانا بيقول لي أكتب الأعداد الصحيحة من الحروف ألف ودين 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 تعالوا نبحث عنهم فين الألف أهي مزنوقة بينين بين الواحد وبين التلاتة من الزغير إن واحد يبقى هي بعد الواحد يبقى ألف بتمثل العدد كام بتمثل العدد اثنين طب ده ألف تعالوا نجيب البي فين البي أهي بين الاربعة وبين الستة من اللي بعد الاربعة الخمسة يبقى قيمة البي خمسة يلا ندور على الجيم فين الجيم أهي بين السالب ثلاثة والسالب خمسة طب بعد السالب ثلاثة سالب أربعة يبقى ده موقعها ومكانها طب الدال بين من ومين بين السالب خمسة والسالب سبعة يبقى لين اللي بينهم سالب ستة السؤال التاني اجد القيمة المطلقة للأعداد الصحيحة الاتية عشان يحلها يجب نعمل ايه نبيع كل عدد من الأعداد المذكورة في العلاد دول خطين بتوع القيمة المطلقة قبل خطين بدان دخل دول خطين عدد سالب لازم اجابة تكون مجابة تطلع كان 321 اللي بعده القيمة المطلقة للتمانية وسبعين تطلع كان تطلع 78 وهي مجابة اللي بعده القيمة المطلقة السالب 56 نحطها هو القيمة المطلقة وإجابتها تطلع مجابة 56 طب السالب 10 قبل بروس بتاع السالب 10 إجابتها تطلع كان هتطلع 10 مجابة طب السفر السفر قمته المطلقة بتطلع برضو سفر يا زي ما هي القيمة المطلقة للواحد وعشرين وهو عدد موجب تطلع موجبة بواحد وعشرين وده ما فهم القيمة المطلقة اللي قلنا بنقول عليه هي المسافة بين موقع العدد وموقع السفر على خط الأعداد وهي دائما موجبة السؤال اللي بعده سؤال أكمل مهم جدا بيقول لي مجموعة الأعداد الصحيحة صد الأم تقاطع الطاق في التقاطع ناخد الصغير الأولين الصد معاها ثلاث أولاد الموجب والسالم ومجموعة السفر طب الطاق معاها ولدين اتنين الموجب والسفر يبقى في التقاطع ناخد مين ناخد المجموعة الأقل اللي هي الطاق طب لو كانت اتحاد قد تهدت الصاد نمرة ده صاد الموجبة والصاد السالبة هم لتنين بيتقابلوا فون دا دا يقول كل أرقام موجب ودا يقول كل أرقام سالب يبقى نفيش تلاقي تبقى الإجابة فايل ان بعده صاد الأم اشتال منها الطاق انفرق بينهم اللي بتتميز به صاد الأم عن الطاق بتتميز بالولد التالي ان هو مين صاد السالبة اللي بعده صاد الأم اشتال منها صاد السالبة يتبقى أمان يتبقى الطاق نمرة دين عكس دال اشتال الطاق يطلع صاد السالبة اشتال صاد السالبة يتبقى الطاق نجي النمرة هاي صاد الموجبة اتحادها مع السفر يعني من الموجب وكمان السفر تطلع من تطلع عين الطاق نمرة ياو قيمة مطلقة وإشارة سالبة برا معالج الأول اللي جوه دا عدد سالب ايبقى أجبت موجب 45 بس السالب دي ما اشتركتش في القيمة تطلع معانا في الإجابة تبقى سالب 45 موجبت 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 م مكملة صاب السالبة بالنسبة لصاب صاب السالبة فضلها ايه عشان تبقى زي صاب الام فضلها عائلة الطا اللي هي صاب المدى ومجموعة السفر اعكس الجملة مكملة الطا عشان تبقى صاب الام فضلك ايه يا طا فضل لأخته وحبيبتي صاب السالبة ده عكس ده زي ما جيمه ده العكس بعض في الفرق او المكملة سؤال مهم جدا جدا اهو هكتب لك عليه عشان ما تنساش لو جاف الامتحان وما تبقاش تنسى تدعي لنا بإذن الله سؤال اللي بعده اكتب اقرب عدد صحيح لتكون العبارة صحيحة سالبة اربعة اكبر من مين يجي يولي بيقول ده انا ممكن اقولك ارقام كتير اقوله خلي بالك عمه بيقول اقرب من اقرب عدد السالبة اربعة تكون اكبر منه سالبة اربعة اكبر من سالبة خمسة لا لان ده حسر اربعة جنيه لكن ده حسر اه السفر ده محايد بدا ما اكبر يبقى اكبر من كل الاعداد السالبة طب من اللي قبل مباشرة سالب واحد طب نجل بي عكسها السفر اصغر من من اصغر من اللي قبله انه هو الواحد اصغر من الواحد الموجب انه بعده نمرها كينا مطلقة لازم نعالجها تبقى اجابتها ستة ستة اكبر من من اكبر من الخمسة السؤال اللي بعده اكمل بنفس التسلسل سالب عشرين سالب تمنتاشر سالب ستتاشر يبقى اللي على الدور سالب اربعتاشر اللي بعده سالب اتناشر اللي بعده سالب عشرة يجي ولد مخه على قده يقول شفت السلسلة دي بتقملي اتنين اقوله والله العكس بيجي تزيد اتنين كان علي عشرين جنيه بقى علي تمنتاشر بقى علي ستتاشر بقى علي اربعتاشر يبقى ده رجل بيسفده بسدين بتاعه يبقى ديه سلسلة متزايدة بس انت بتهيقلك اكله الاعداد سالبة اللي بعده سالب 15 سالب 10 سالب 5 يبقى ديه بتزيد ولا بتقيل برافو عليك كل اللي قال بتزيد بتزيد كام بتزيد 5 طب دمنا ما يسدد 5 جنوه يبقى سفر طب يبقى بعد كده يكسب 5 جنوه بقى معاه 5 يكسب كمال 5 يبقى معاه 10 يبقى برضه في تحسن ملحوظ وتحسن مستمر سالب 4 بقى سفر بقى 4 كل مرة بتتحسن 4 8 زود 4 12 زود 4 16 خلي دا لك اكملهم شكلهم سالب لبنك اللي هبتقل لكن الحقيقة غير كده خالص دي بتزيد وبتتضاعف اللي بعده رتب الاعداد الاتية ترتيبا من تصاعديا يبقى عم عايز يبن بمين يبدأ بالعدد الاصغر بس في مشكلة يا مستر حانك في اعداد سليمة وفي قيمة مطلقة اقول له يبقى نحتاجة تنظيف نعمل ايه الاول نحافز على تبور الفصل الفصلة تحت الفصلة بحلوة تنزل زي ما هي والسبعتشر حلوة تنزل والسالب 15 تنزل في موقعها وكذلك الستاشر من اللي يحشى في القيمة المطلقة طب الاجها يبقى تسعة الحمد لله كلهم بقوا اعداد صحيحة طب من الاصغر الاعداد السالبة طب السالب 9 ولا السالب 15 اصغر طبعا السالب 15 نرقم باباها يبقى دي نمبر 1 والسالب 9 نمبر 2 خمسنا من السالب نجي للموجب من اللي اصغر 17 جنيه ولا 9 جنيه ولا 16 طبعا 9 مرقم باباها يبقى دا التالت ودها الستاشر يبقى دا الرابع السبعتاشر هو دا الخامس وبعد ما نخلص نقول لعمه الترتيب ونعمل ايه ونرتب اللي احنا رقمناه من اول زبون سالب 15 طبو التاني سالب 9 طبو التالت القيمة المطلقة لسالب 9 طبو الرابع 16 حب يساعدني ويمليني طبو الخامس السبعتاشر رتبنا مين الاصلي الحقيقي وليس الصورة ولا المزيف ولا الخيال نجي النمر به هنلاقي نفس المشكلة التلاتة عدد صحيحي كتب زي ما هو والسالب 30 برضو صحيح طب دا محتاج علاج علاج التانية تمانية والسالب برة تنزل ما تشتركش والسفر ينزل وبعدين الحباشر كن ربقوا اعداد صحيحة طب ترتيب تصعودي بدام تصعودي يبقى عمه عايزني ابدأ بنين بن اصدر ندور على الاشارة السالبة ندور على مين على الاشارة السالبة من السالب سالب 30 وكمان سالب 8 طب من الصغير سالب 30 لاني اخسرته كبيرة طب وبعده السالب 8 نخش في الاعداد العادية ناخد السفر كمحايد يبقى دا التالت وبعدين التلاتة يبقى الرابع وبعدين الحدشر يبقى الخامس يلا نجيب الترتيب وهنكتب الترتيب ويلا هو ايه اول واحد اول واحد كانت سالب 30 منقلها من الأصل طب من بعدها عادل من بعدها دا اخر الموقع التاني والصفر كانت ثالت والثلاثة كانت الرابع والحدشر كانت الخامس دا الترتيب التصعوب بعد ما علينا المسألة السؤال من بعده بيقول لي عبد الرمزيا بس الطريقة مين الصفة المميزة اي من واحدة مجموعة الاعداد الصحيحة السالبة نعمل ايه نفتح قص مجموعة عدد سالب يبقى نقول لي ايه فاك مين طريقة الصفة المميزة سين حيث سين مانو ينتمن مين ينتمن صاد لانه قال ايه عدد صحيح طب وبعدين الصحيح دا مانو هو بيقول لي عدد صحيح ايه سالب بدان سالب يعني قمت اقل من مين اقل من السفر والسين اصغر من السفر يبقى نقولها تاني سين حيث سين تمتمن صاد فاصلة والسين اصغر من السفر لانه كل الاعداد السالبة قمتها اقل من السفر انه بعدها مجموعة الاعداد الصحيحة الفردية نقول له ايه سين حيث سين ينتمي الصاب هو اللي قال قال ايه قال انه عدد صحيح فردي ونعمل ايه نعمل فصلة ونعبره عن المعنى اللي قاله مش هو بيقول فردي ايوه يبقى نقول له سين عدد صحيح فردي احنا كده عبرنا عن المعنى بطريقة الصفة المميزة اللي بعده مجموعة الاعداد الصحيحة مالها الزوجية السالبة الزوجية السالبة لقول له ايه سين حيث سين مالها تنتمي الصاب طب السين ده بيعبر ايه بيعبر عن انه السين عدد صحيح زوجي سالب او عدد زوجي سالب ونقف القص المجموعة اللي بعده مجموعة الاعداد الصحيحة المحصورة بين سالب 3 و13 يالا نعبر بنفس المعنى اللي تعودنا عليه سين حيث سين ينتمي الصاب طب والسين دي مالها محصورة بين دين دي يبقى نكتبها ازاي على هيئة متبينة سين اكبر من السالب 3 ولكن لا اقل من الثلاثتاشر سين اكبر من السالب 3 واقل من الثلاثتاشر كل التعبيرات اللي مكتوبة قدانكو دوني اولاد تعبيرات بطريقة الايه الصفة المميزة اللي خدناها في سنة خمسة في وحدة المجموعات سؤال اللي بعد اوجر قيل اتنا يلي سالب 12 وهنا زائد 7 ده سالب وده موجب طب من الاكتر اشارة السالب نسيبها زي ما هي ونجيب الفرق بين العددين 12 اشتال منها 7 يتبقى 5 اللي بعده مسألة محتاجة عليك شوية هنسيب من التسعتاشر السالب وفي قوس القوس في الرياضة معنا فيه سالب في سالب بين موجب وننزل الحداشر طب اجمع العددين كده ده اجمال يطلع الاجابة 30 اللي بعدها ما قاليش استعمل الخواص ولكن لو انت بقيت الملاحظة سالب 77 وهنا موجب 77 خسر 77 كسب 77 نحزفهم مع بعض واجابتهم بصفر مين العدد اللي تبقى سالب 3 شفت الاجابة سهلة وبسيطة وجميلة ازال وبتعتمد على دقة الملاحظة اللي بعده هنا خسر 2 هنا كسب 8 مين الاكتر الموجب يبقى الاجابة موجبة ونجد الفرق بين الـ 2 والـ 8 تبقى الاجابة 6 اللي بعده نمر به خسر 5 وكسب 5 تبقى الاجابة 0 لان عدد ومعقصه الجامع عبر بلغة الفلوس تبقى انتك كسبان بإذن الله دي نقولها ازاي بلغة الفلوس نقول خسر 5 تبقى دي خسر 2 يعني اللي تبقى من نوع 1 ننزل الخسارة اللي هي الاشارة السالبة ونجمع الخسر طام تبقى سبعة يجي والد يقول جمعت ليه اقوله لانه خسر مره طام خلي بالك سؤال مهم وجميل وبسيط وعايزك تتضرب على حله اللي بعده جايب لي مسألة اقدر حلها بالنظر ازاي بالنظر هنا 116 بالموجب وهنا 116 بالسالب دي تتحزف مع دي تبقى الاجابة 190 صحيح قالوا انا مش عايزي الاجابة انا عايزك تنفزني الخطوات من اللي كتب ال 116 وهنا ال 190 طب وبعدهم نقومل ايه وبعدهم نقومل من اللي ناقصه من اللي نكتبش السالب 116 طب هنا عملنا عملية ايه بدلنا المكانون جل مع بعض ال 116 نزلت اول واحدة وبدل دل ساعة ويبقى دي خاصية مين الابدال اللي بعده 716 و7190 يبقى من اللي نجاش السالب 116 طب ما يزين لفوق اقوله بس عمل طبع عمل قصين يبقى دي خاصية الدم اللي بعده مش دهه وده بس نجد وسالب نحزف دي معا بيه عدد مع عكسه يبقى الاجابة 0 و7190 بعكس ده يبقى اسمه خاصية مين خاصية المعكوس الجمعي هنجمعين لتنون مع بعض 0 زائد 190 190 أصبح السفر غير مؤثر في الإجابة بدل جمع مع صفر ويبقى دي خاصية المعايد الجمعي هنجي اولاك للسؤال 11 بيقول لي تحقق من خاصية الغلاق الجمع والطرح وده اللي نجمع سين وفيها كم عنصر فيها أربع عناصر حدفت الطريقة كنا بنقول إيه؟ نعرف الأول الراجل العملية من هي اللي هنشتغل عليها نقول له أولاً عملية الجمع أفكرك الأول بطريقة الحل بنعمل برواز على مين؟ على أول عدد ونبتدي نجمعه مع كل إخواته أخ أخ لو طلعت النتيجة والإجابة موجودة نكمل لو طلع ناتج الجمعي مش موجود في السين نقول الحمد لله خلصت المسألة يلا نشوف أول عدد سالب 5 هنجمعه مع البعض اللي هو 8 يلا نجيب الإجابة خسر 5 جنيه خسر 8 جنيه يبقى الفرق بالمكسب كام؟ 3 جنيه تعال نشوف الثلاثة موجودة فوق إليه؟ لا مش موجودة نقول له قطر ألف خيرك التلاثة دي لا تنتمي لسين طب ده لا تنتمي نقول له مش مكملين المسألة طالما فشلت من أول مرة ونقول له إيه؟ نقول له سين ليست مغلقة بالنسبة لعملية مين؟ بالنسبة لعملية الجمع والدرور على كده إن الإجابة طلعت مش موجودة فوق تعالوا لإنه بعدها خلصنا الجمع نقول له ثانيا عملية مين؟ عملية الطرح ما فيش حد بحسن لحد من أول عدد السالب خمسة نبتد نقصه منزميل لبعده نقول مائس كام مائس ثمانية تعالوا نجد الإجابة ببساطة خسر خمسة خسر ثمانية يبقى خسر ونجمع طلعت تلاتاشر بالسالب يا ترى موجودة فوق لا مش موجودة يبقى نقول له تمتمنين نسين الحمد لله نقول له خمسة المسألة أنا مش مكمل زي ضربات الجزاء بالزبط نقول له سين ليست مغلقة بالنسبة لمن بالنسبة لعملية الطرح طب لو كانت تنتمت قد تضطر تكمل الترحية مع التالت ومع الرابع واخدوا العنصر التالي وعكذا إنما أول ما تطلع على تنتمت مش مهم من من تكمل المسألة ونشوف سؤال آخر السؤال اللي بعده اجد ناتج ما يلي بطريقتين يبقى لازم نعرف عنه إحنا بنعمل إيه تعالوا نجيب الطريقة الأولى الطريقة الأولى اللي إحنا بنسميها الفت من العدد اللي بره سالب ستة نسيدها زي ما هي قدي سالب ستة ودي فيه ونجي للقصده وانطلع منه إجابة واحدة خسر تلاتة جنيه كسب اثنون جنيه من الفرق في صالح نين في صالح السالب ومتر حدون يبقى واحد تعالوا نجيب الإجابة النهائية سالب في سالب بموجب ستة في واحد بي ستة الطريقة دي طريقة ايه طريقة الفت سكينا القصد وضربنا تعالوا نجيب نين ايه الطريقة التانية حد فاكر الطريقة التانية طريقة ايه أيوا برافو عليك توزيع الستة وقفة برا القصين ومعاها عدة شوكولاتة هتيت بني دي مرة وهتيت بني دي مرة بالضرب توزيع الدرب على الجمع سالب ستة نضربها في سالب ثلاثة ونفصل بعلامة زائد سالب ستة نضربها في كم نضربها في اثنين وعشان ما تطلق بطش اعمل طبق لدول وطبق لدول سالب في سالب بموجب ثلاثة في ستة بتمانتاشر وافصل بزائد سالب ستة في اثنين بسالب اثناشر افصل بقصين عشان تعزل المضب عن السالب كسب تمنتاشر كسب اثناشر يبقى الفرق ستة طريقة ايه بيه؟ طريقة التوزيع وتأكدت من ايه؟ ان الاجابتين زي بعضه والحمد لله نجي الديه هنقول لعمه ايه الطريقة الاولى؟ يلا ناخد طريقة مين؟ طريقة الفك لكن مش جوني القصين؟ ايوه تعالوا نخرج منهم باجابة واحدة كسب سبعة جنيه خسر اربعة جنيه؟ يبقى الفرق ثلاثة جنيه المكسب ونرجعنا بربعة في تسعة تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين الطريقة ديه من اللي احنا على المقه طريقة الفك فكنا القصين باجابة وارجعنا ضربنا نجي المين؟ نجي للطريقة الثانية اللي احنا بنقول عليها طريقة التوزيع مين المرات اللي بقى قلبة الشوكولاتة؟ التسعة تتضرب مرة في السبعة ونفصل بزائب التسعة تتضرب مين؟ في سالب اربعة خيف تتلغبط طبق لدول وطبق لدول إجابة من دي وإجابة من دي سبعة في تسعة بـ 63 وده علامك الزائب أربعة في تسعة بـ 36 وفيه إشارة سالبة وعشان ما يبقاش الإشارتين داخلين نفصل بالقصين بـ 63 خسر 36 نعمل ايه؟ الكبير في صالح المكسب ونجي من فرق بينهم هم الاثنان هيطلع 27 وما تنساش تكتب العمه إن عيبت الشوكولاتة دي إن أخصيت التوزيع وإن إجابة تال هم هم السؤال اللي بعده إن جد قلة المين؟ فين المين؟ آه بحرف المين؟ من اللي مضيئك يا من قولنا؟ اللي مضيئها سالب سبعة نقول لها والله من تقعد في البلد شرط البي وشرط البي سالب سبعة سالب سبعة اللي مضيئ المين؟ بلقسم عليه شمال والمين طب بعد كده نقول إيه؟ دي شبه دي امشي، امشي، سالب سبعة مع سالب سبعة إبقى المين؟ اثنين واربعين مع السبعة فيها الستة والإشارة السلبة مرة واحدة يبقى قيمة المين بكام؟ بسالب ستة ونشوف سؤال آخر إيه دي قيمة ما يليه؟ سالب أربعة لكل أس ثلال في تلاتة أس كام؟ في تلاتة أس؟ تلاتة يلا أول واحدة السالب الأس بتاعها زوجي هتروح الإشارة السالبة سالب في سالب بموجب أربعة أس ثلين يعني أربعة فاربعة بستاشر طب تلاتة أس ثلاتة بسبعة وعشرين ندرى بالعددين مع بعض هتطلع للإجابة ربعومية تلاتة أربعة أس ثلاتين نمرة بات سالب واحد أس ثلاتين السالب الأس زوجي تحتفي والواحد إن شاء الله يكون مليون مرة بواحد وده علامة الزائد السالب فردي تبقى معانا واحد أس أي حاجة بواحد ونعزل الإشارة عن بعض بقصين يلا كسب جنين حسر جنين تبقى الإجابة سفر نمرة جن السالب الأس فردي تبقى معانا خمسة أس كام أس ثلاتة تبقى الإجابة مليه خمسة وعشرين طب هنضرب في مين السالب الأس فردي سالب واحد أس سبعة عشر السالب فردي نزلة السالب ونوأ يعدد من المراحة بواحد يلا هنجيبوا الإجابة سالب في سالب بيموجر مليه خمسة وعشرين في واحد بمليه خمسة وعشرين نمرة دا الجميلة هين 2 وهين 8 نصيلي 2 وفي الإسمه بنترح الأسس 11.8.3 8.3 يعني 2 في 2 في 2 تبقى الإيجابة 8 اللي بعده سلب 4 هنا وسلب 4 هنا تبقى طيبة وجميلة نسيب السلب 4 ونحفز على القصين 9.7.8 السلب زوجي تختفي 4.6 يعني 4.4.16 نجي للي بعدها هنجي أولاد من المرة واو لحظت إيه هنا سلب 3 وهنا 3 يجي أولا بيقولي يا اخصارة قلت تتمنا بيه 3 أقوله طب ما تجي نعمل اللي نفسينا فيه وبعد كده نتناقش في الإشارة السلبة هنعدل بـ 3 أس 7 يبقى أنا ضيعت الإشارة السلبة وضيعت كمان الأقواص ونعمل على على من 3 أس 4 طب أنا كده ما اتضفت التنبيه في اللي أنا إلا على هوايا تعال بقى نشوفوا الإشارة السلبة الأس بتاعها هناله فردي تبقى معنا في الإجابة ولا مش معانا أيوة معانا قلت نعمل إيه نعمل القسط ده ونعزل الإشارة السلبة نخليها بره المسألة ونحل عادي خالص عادي السلب وعادي القصيم هنا 3 وهنا 3 نسيبت 3 ونترح دول عشان على 7 أس 4 3 طب عايز الإجابة النهائية السلب دي بره المسألة تنزل وما تشتركش في حاجة طب 3 أس 3 بـ 27 يبقى الإجابة النهائية 27 عالجنا لنا الدفرة عشان نسهل على نفسنا طريقة الحل المسألة اللي بعضها جايبني جدول مديني النمط العددي ونوصفه أو وصف النمط موجود ونحط نمط من عندي أو من الوحدة 75 75 65 65 يبقى هنا كام 50 طب السلسلة دي بتقل لي ولا بتزيد بتقل لي 5 يبقى نقول له إيه نقول له إيه يلا في وصف النمط قل لي إيه كل عدد ماله يقل عن مين عن سابقه طب يقل لي عن سابقه بمقدار كام بمقدار 5 اللي بعده كل عدد يقل لي عن سابقه بمقدار 4 اختر انت أنا بمناسب ليه بمقدار 4 شوف المستر يعني إيه أبدأ مثل بـ 4 و 40 شان تبقى سهلة طب إيه اللي 4 يبقى 40 طب قال له لـ 4 36 وهكذا إيه اللي بعده اللي واحد بقى 10 اتضرب فى 10 العشرة بقت 100 زادة 0 يبقى اتضربت فى 10 بقت 1000 اتضربت فى 10 يبقى اللي عليها الدور كام 10,000 طب نقولها إزاي نقول له كده كل عدد عبارة عن عبارة عن مين حاصل ضرب سابقه في عشرة حاصل ضرب سابقه في كام في عشرة لأن السلسلة هنا مشية بالضرب وليست بالجمع إن بعده كل عدد يساوي حاصل ضرب 2 في العدد السابق مثلاً ولد بدأ بخمسة نضرب في 2 يبقى عشرة اضرب في 2 يبقى عشرين اضرب في 2 باربعين وهكذا حاصل ضرب سابقه في 2 إن بعده مسألتنا على الضرب المتكرر يلا نشوف المسألة في الأول طيبة ولا شريرة سالب 5 سالب 5 سالب 5 كل سوالب آه لكن من نفس النوع نسيب السالب 5 ونسيب السالب 5 بس بجان سالب لازم محافظ على شكل الأقواس ونعمل إيه في الأسس بجان ضرب نجمع الأسس 3 و 2 5 تجويب تنزل زي ما هي نعمل إيه؟ نسيب السالب 5 ونحافظ على القصين ونطرح 5 مقص 4 واحد أي حاجة أس واحد بنفس الحاجة ونفس العدد زي ما هي إلي بعده تعالا نشوف طيبة ولا شريرة 2 سالب 2 سالب 2 وهنا 2 طبعت شريرة نعمل إيه وفاكر طريقتي ننظف المسألة ونعتبرها كلها في البوجب وبعدين نرجع متفاهم في الإشارات السالبة دي كان 2 أس 5 طب اللي بعدها وحشة نعالجها تبقى 2 أس كام 3 وبوضح لك 3 طب دي سالب 2 لا هننظفها 2 طب اللي جنبها هنخليها 2 أس 4 طب المستر كده عدل بمزاجه يلا بقى نعالج الأخطاء اللي احنا عملناها السالب الأس بتاعها 3 فردي تبقى معانا ولا مش معانا معانا يبقى أنت قافل كف إيدك اليمين على 10 سالبة طب هنا تعتبر أس كام واحد يبقى برضه فردي يبقى أنت قافل كف إيدك الشمال على 10 سالبة هنا سالبة معانا وهنا سالبة معانا سالبة على سالبة بمعجب الحمد لله مش بعض وطف ش بعض يبقى احنا كده في الأمام نسبل 2 نسبل 2 خمسة وثلاثة ثمانية هنا مفيش قس يبقى كإنه واحد واحد واربعة خمسة نعمل ايه؟ نسبل 2 دون قس دي ثلاثة اثنين قس ثلاثة يعني اثنين في اثنين في اثنين تبقى الإجابة تمانية عالجنا ونظفنا المسألة واتبعنا الطرق السهلة البسيطة لإيجاب الناتج إني بعده استمتق قابة النمط بيقولي عد نين؟ عد القطع المستقيمة في عد دول هتلاقي أربع قطع طب ما الشكل ده؟ هو الشكل ده هيزيد نين؟ واحد اثنين ها ثلاثة يبقى كم قطعة زادة؟ ثلاثة قطعة هو عد قولة أربعة واربعة تمانية؟ لا لأن الخط ده عامل مشترك اتعد مع المستطين الأول من عدوش مع المستطين التالي انشي معايا كده أربعة زادت بي ودي ودي يبقوا سبعة طب ما الشكل ده؟ والشكل ده هو الشكل الأديم بسبعة يزيد نين؟ يزيد بي ودي ودي ثلاثة يبقى عشرة اقول له اوتوماتيك يبقى دي زيد ثلاثة يبقى ثلاثة طب تعالى نعملهم نمط أربعة وسبعة وبعضين عشرة وبعضين تلتاشر قال لي طب هات القعدة لوصف النمط اقول لي دا كل مرة بنزود ثلاثة يبقى نبقى ايه؟ كل عدد يزيد عن مين؟ يزيد عن سادقه بنقدر كم وشطار بنقدر ثلاثة تمرين مجذبة ومتعبة ومتنسناش في الدعاء ولسا لبعض الأسئلة يا الداخل شريف واحد وخمسين جنيه كل شهر طب كم شهر عشان يحوش المبلغ دا؟ مش بس كده دا عايز نكتب النمط وعايز نوصفه طب عشان تبقى الطريقة سهلة تعالى نبدأ الأول بالنمط العددي يلا نقول أول شهر هيحوش واحد وخمسين جنيه طب مكان شهر هيضف واحد وخمسين جنيه يبحى الإجابة ت什么 1.02 جنيه طب زور وفن وخمسين أو اضرب الواحد وخمسين في تلاتة تبقى و 120 جنيه لست ما وصلنش لكل 306 أرجع للواحد وخمسين و اضربها فاربعة تبقى ميتين واربعة لست أضربها فخمسة تبقى ميتين وخمسة وخمسين لست ما وصلتش أضربها فستة الحمد لله وصلنا بالسلامة ده التلتونية وستة طب النمط تعال نجيب مين تعال نجيب وصف النمط كل مرة بزور كام واحد وخمسين جنيه يبقى نقول ايف وصف النمط كل عدد يزيد عن سابقه يعني عن اللي قبله بمقدار كام بمقدار واحد وخمسين فظل مين عدد الشهور لأنه بيقول كم شهرا أفضل شيء لعد ده الشهر الأول التالي التالي الرابع الخمس السادس لحد ما وصلنا للمبلغ المطلوب يبقى عدد الشهور كم شهر ست شهور عملنا ثلاث حاجات النمط ووصفه وعدد الشهور سؤال اللي بعده أكمل ما يلي سؤال مهم وما بيسيبش الامتحانات نون أصغر عدد صحيح في الموجب كلنا عارفينه اين واحد الصحيح طب نون أكبر عدد صحيح في السالم أنا بسميه فتوة الأعباب السالبة سالب واحد طب ازاي فتوة يا سالب لإني يقولي زميله أنا أفضلكم وأكبركم لإني حسرت جميه واحد لكن انتو خسرت أكتر مني إني بعده مجموعة الأعباب الصحيحة غير المجبة يجي ولد متسرع يقولي عرفتها عرفتها بدل غير المجبة يبقى السالبة أقوله كلامك صح ولكن السفر راح فين يعني يا مستر أقوله يعني السالب معنا آه والسفر معنا آه يبقى كم حاجة يبقى حاجتين غير المجبة يبقى يقصد بيهم نين يقصد بيهم السفر ويقصد بيهم السالبة طب تتكتب ازاي تتكتب ازاي هقولك تتكتب ازاي صاد السالبة اتحاد مجموعة السفر طب كده كشكل طب لو أنا عايزها كأرقام نقوله سفر وبعضين سالب واحد وسالب اثنين وها كذا ونقف القص المجموعة كده كتبتهانه رمزيا وكده كتبتهانه بالعناصر والأرقام نجي اللي مراجين مجموعة الأعداد الصحيحة غير السالبة الولد المتسرع يقول بس غير السالبة تبقى الموجبة اقوله السفر راح فين يبقى اجبتك مين الموجب والسفر طب لك ده مجموعة يبقى اسمهم ايه براضى عليك كل اللي قال اقطع كده بالرمز طب الارقام سفر واحد اثنين تلاتة وهكذا يبقى اكتبناه الطه كرمز اكتبناه الطه كمجموعة حزر حزر من اللي ليس مجبا وليس سالبا اقوله العنصر المحايد الجمع السفر تجي في اللي بعدها من العنصر المحايد الجمعي لا يؤثر في الجمع اقوله السفر تبنين العنصر المحايد الضربي لا يؤثر في الضرب الواحد السفر محايد جمعي والواحد محايد ضربي شريحة في منتها الأهمية وما تنسناش لو جتلك حاجة فيهم في الامتحان ما تنسناش في الدعاء السؤال لبعضه هو السؤال الأخير في حلائتنا في منه ثلاث مسائل بأن نستخدم الخواص بالتسهيل إجابة العملية سالب 74 زائد 65 زائد 64 زائد سالب 65 يجي ولد يقولك معه للألة الحسبة أقوله مش هتاخد ولا درجة دعمه عايز الخواص اعتمد على ضبطة الملاحظة والتركيز وحظت حاجة العدد ده هو ده بس واحد مجد واحد سالب نفسك سياه يقولك النفس ده يجي جنبي ده ونفس ده يجي جنبي ده أقوله طب ما في قدينا تعال خلي مستر حمد يعلمك طريقة جميلة ننزل الأولان زي ما هو ونروح بعيد وننزل الأخير زي ما هو عملت حاجة لا ست الأول والأخير ونجي على الوسطانين ونعمل نهم عمله التبديل نجيب هنا زائد 74 ونجيب هنا زائد 65 طب اللي أنا عملته ده اسمه ايه اسمه خاصية الإبدان طب ده فجنا في ايه جاب الاتنين اللي شبه بعض عدد ومعقوسه وعدد ومعقوسه جنب بعض طب نعمل ايه في الخطوة اللي بعدها ننقل المسألة زي ما هي نعمل قبي نعمل مسح للمسألة شوف المستر بيعمل ايه بينقلها نقل حرفي طب وبعضين نعمل أول اتنين دون في طبق ونعمل آخر اتنين دون في طبق ونقول لعمه بخصية الدم طب عايز الإجابة خسر 74 كسب 74 تبقى اجابتهم ايه سفر وهنا كسب 65 وحسر زيهم تبقى الإجابة مين سفر سفر وصفر تطلع الإجابة كان سفر طب الخاصية بتاع العدد ومعقوسه اسمها خطوة ايه اسمها خطوة المعقوس الجمعي طب والنتيجة النهائية اللي هتطلع لصفر دي خاصية مين خاصية المحايد الجمعي عشان جمع مع صفر مع صفر بدان جمع مع صفر يبقى خاصية المحايد الجمعي ونقدر نقول كمان الانغلاب عشان صحيح وصحيح يبدي كمان عدد صحيح السؤال اللي بعده بيقول لي استخدم الخلاص برضو لتسهيل الناتج حد يلاحظ حاجة نجرب اللي تنجل في بعض ونجل في بعض ونجمع الإجابتين أقول له عمه مش عايز كده عمه عايزك تفهمه كل مركز حد يلاحظ حاجة أيها لاحزنا العدد ده هو العدد ده بس نقرر مرتين يبقى في توزيع ده مرة إجدى شوكولتار الـ 85 ومرة الـ 63 إجدى شوكولتار الـ 15 يبقى ده خاصية التوزيع بس معكوسة تبين اللي بيوزع الـ 63 نشطب على مرتين وناخد مشترك مرة واحدة ونعمل علامة فيه ونفتح طبق كبير وناخد الفضل والدوائي باقي مين 85 زائد مين 15 بيخاصية مين التوزيع بس معكوسة طب بعض كده عايز الإجابة بسهولة نسيب الـ 63 ونعمل علامة فيه ونجمع العدد مع بعض بيزق ده تطلع مينة طب عايز النتيجة النهائية 63 في 1 بـ 63 ونسيب السفرين تبقى الإجابة كام؟ تبقى الإجابة 6300 كده الإجابة النهائية واستعملنا خاصية التوزيع وما أجهب نفسنا لا في ضرب ولا ضرب ولا جمع المسألة الأخيرة معانا حب دمحس حاجة؟ أيها لاحظنا ده نفس المعنى مين 54 وهي؟ وهي يبقى هي العمل المشترك نحزفها من هنا ومن هنا وناخدها عمل مشترك مرة واحدة ونعمل علامة فيه ونفتح طبق كبير للدوائي لما سحبتها ننزلها ونضرتها وحبيبتها الـ 117 وهنا الإشارة ناقص اللي موجودة في النص خلي بالك زائد بعملها زائد ناقص بعملها ناقص حسب اللي مكتوب طب ننزل لها الـ 17 يبقى دي خاصية مين؟ التوزيع لأنها كانت متوزعة مرتين نرجع نسيب الـ 54 ونعمل علامة فيه ونبتر راحل عددين من بعض 117 اشتال 17 يتبقى كام؟ يتبقى 100 طب عايز الإجابة النهائية نسيب الـ 54 ونحط السفرين وتبقى دي الإجابة النهائية من غير ما نجهد نفسنا لا في ضرب ولا في جمع اعتمدنا على استهدام الخاص وعلى النواحي العقلية يا رب يكون حلقة بسلة وجميلة واستفدت فيها وتعبنا العقل فيها ودعونا بإذن الله وانت بتحل وانت بتتفرض على الحلقة موسيقى بكده يا ورد الحمد لله خلصت حلقتنا حلقة التمارين العامة على الوحدة الأولى وحدة الأعداد الصحيحة من الكتاب المدرسي مسألة مسألة يا رب تكون الحلقة عجلتكم يا رب تكون خلقت مستفيد ولكن زي ما قدنا العينة انت كمان تقدل عليك تمسك كراسة فضلية وتبتلي تحل التمارين العامة مسألة مسألة وتتفرج على الحلقة الثاني وترجع حلولك ولو عجبتك الحلقة قوعة تتأخر قوعة توقف عنك شاير في الخير عشان الكل يستفيد ودايما لليسكولة سابسكرايب وكمان لايك وشير وشاير في الخير ومع مستر حمدي باي رومي أشوفكو على خير